اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين ان شاء الله نروح بقى لفريق كرة القدم نهاردة او بكرة ان شاء الله حيعود للتدريبات فريق كرة القدم بالنادي الاهلي بعد انتهاء فترة الراحة السلبية اللي حصل عليها اللاعبين عقب العودة من الكون الحقيقة مرسل كولر كان حريص على منح اللاعبين 48 ساعة اجازة اجازة تبتقول لي اجازة هتعمل ايه في الاجازة حضرتك ما تعرفش السفرية من هنا للكنغو عاملة ازاي الناس اللي بتقول لي يعني يومين اصلي انا سمعت هذه الهما مش اهلوية برضو خلي بالكم عشان محدش يقول لي بس اللي تبتكالب على جوء لا ما قدرش جمهور القالي ده على دماغنا كلنا من فوق ولكن يقول لك ايه اصلي بيدي لا مش بيدي اجازة اجمع السفرية الوحدها تخيل حضرتك زي ما انت قاعد كده تفضل قاعد ما هي كده القاعدة بالزبط بالمناسبة في الطيارة القاعدة بتبقى كده تخيل حضرتك تفضل قاعد في الطيارة زي ما انا يعني طبعا بس بقاعد براحتك بقى وقاعد عامل كده بس رجلك متنية وكل حاجة وتفضل قاعد حوالي 6-7 ساعات او يمكن اكتر شوية اقل شوية اكتر شوية وبعدين تروح تلعب تنزل تقعد يومين وبعدين تلعب مباراة في هذا الجو الخانق في هذه الرطوبة العالية في هذه الارضية الصعبة جدا وبعد الطيارة وبعد كده ترجع عالطيارة وتقعد 6-7 ساعات عامل كده تخيل حضرتك المنظر انت لما بتبقى قاعد قدام التليفزيون وانت قاعد بتتفرج على قناة الاهلي بتبقى قاعد عامل ازاي بتبقى قاعد نص ساعة كده وتلاقي نفسك قوم تتحركت شوية وعايز تقوم وتتحرك فما بالك بلعيب كورة كل عضلاته بتكون شدة لانه اللي بيلعب في مثل هذا التوقيت العضلات مليون في المية بتشد بعد المباراة مليون في المية فلازم الراجل اول حاجة يعملها ده وجهة نظري اول حاجة يعملها ان هو يدي اجازة هو يدي اجازة يومين والناس راجع النهاردة التلاتة او بكرة التلاتة ان شاء الله علشان تجهز نفسها للمباراة القادمة المباراة الصعبة جدا 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 التعادل مرة تانية حكرر الكلام ده النهاردة حكرر الكلام ده بكرة حكرر الكلام ده بعده التعادل في مباراة الزهاب بيصعب المواجهة القادمة واللي عايز اقوله لحضراتكم ان هناك اهتمام كبير جدا في الكنغو بمباراة العودة كان فيه اهتمام طبعا واضح جدا من اهتمام الصحف الكنغولية بالمباراة الاولى اللي كانت هناك ولكن على الجانب الاخر هم شايفين ان هم يستطيعوا ان يفوزوا على النادي الاهلي في القاهرة اه الصحافة في الكنغو بتقول هذا الكلام الكل في المحدش بيطلع اشاعة ويقول له مثل فلان الفلاني اللي بيلعب في الحتة الفلانية اه ماشي اصل كولر مش عارف ماله اصل مدارب بتاعهم لمين انا داي حيمشي محدش قال الكلام ده ولكن الصحافة في الكنغو ما شفتش الاعلام الحقيقة ولكن الصحافة في الكنغو وقفة وقفة كبيرة جدا جدا وراء فريق اه اه الفريق بتاعهم مازمبي فريق قوي فريق الناس كلها بتسندوا في الكنغو علشان وبيقولوا ان هم حيروحوا يفوزوا على البطل والافضل في افريقيا في القاهرة في القاهرة ده دي صعوبة المباراة بالمناسبة الناس بتقول ان الفريقين كبيرين ويستطيعوا ان هم يعملوا اه 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 ماتش حلو ومازمبي بيسعى للتأهل من خلال خطف البطاقة التأهل الى المباراة النهائية كل ده جاب معناه لحضراتكم من خلال هذا التقرير نطلع نشوف تقرير اه 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 عن الصحف الكنغولية الكنغولية بتسلط الضوء على مواجهة المارد الاحمر مع مازمبي ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية